كم معروفة مع مسجد الشيخ مع مسجد فضل باشا مزبوط آه هو الحقيقة كان بابا بيحكي لي زمان يقول لي أن زمان كان أي مسجد بيبقى ملحق بكتاب وسبيل مية طبعا زمان احنا بنتكلم على 1882 يعني القرن القبل الماضي فما كانش فيه في البيوت فيه مية فكان فيه سبيل مية والكتاب اللي هو الشيخ كان بيقرأ فيه فلما خلص حفظ القرآن وتعين قارئ للصورة ولما اشتهر بقى بعد السنين يعني طويلة واشتهر وزع صيته حتى في الإزاعات الأجنبية كانت تتودد ليه علشان يروح يفتتح الإزاعات بتاعتهم لأن احنا كنا صبقين الإزاعات المصرية كانت قابل الإزاعات البريطانية والإزاعات الفرنسية هو اللي فتح الإزاعات المصرية آه هو اللي فتح سنة 1934 معايا العقد بتاع الافتتاح كان بثلاثة جنيه أرى من خمسة لخمسة وربع فهو بقى دي كان رخم كبير على الفكرة قالولي كده قالولي آه فهو من يعني من كتر هو كان من سماته ومن شخصياته برضو الوفاء كان وفي قوي لأصدقاء لو كان بيرفض مساجد كبيرة ويقعد في مسجد قبل بجر واشتهر بقى عرضوا عليه مسجد الحسيني وعرضوا عليه مسجد سيدا زينب هو رفض وفضل يقرأ لآخر يوم احتبس فيها صوته وشالوه لبيته خلاص كان كلمية عن جوازه عنده أحفاد قد ايه آه هو الحقيقة ما شافش كتير من أحفاده هو كان عنده ثلاث أولاد آه سبيان وعمتي بهية يعني عمي محمد الكبير اللي هو كان يعتبر سكرتير خاص ليه هو اللي يرد على الخطابات هو اللي بيقضب له موعيده آه وعمي أحمد وبعدين والدي وعمتي بهية آه ملحقش يشوف حد من الأحفاد كتير لأنه هو كمان الفترة الأخرانية بتاعت قبل وفاته قعد ثمان سنين ملازم الفراش وكان جاله وهم قالوا في ساعتها أنه هو مرض الفواق يعني نوبات من الزغوطة اتعرف بعد كده أنه هو كان ورم على الحنجرة آه طبعا السرطان طبعا هد جسمه وضعفه حتى الصور الأخرانية اللي جات لنا من يعني اللي وصلنا لها من جالة المصور وراح تصورته في البيت في الفترة بقى بتاعت مرضي دي طبعا كلها طبعا عنده كم سنة؟ عنده حوالي 68 سنة من 1882 ل1950 احكيات الترميل نمر 5 اللي كان بيعادي دايما قدام المسجد هو بيقرا فيه هو كان جامع فاضل الباشا جام به مدرسة الخدوية للمدرسة المشهورة وكان قدامها فيه جامع فيه ترمي نمر 5 الجامعة تا كان صغير جدا وكان بيبقى الناس يعني مثلا صالاته الدهر دي ساعة 12 كانت الناس بتروح مساعة 8 8 الصبح يعني الأستاذ فكري أبوزا كان بيحكي في مذكراته أنه هو كان عايز يسمع الشيخ رفعت هو كان جاره وحب يروح أول أسبوع فراح الساعة حوالي ساعة 10 معرفش يخش فالظاهر كان بيبقى بقى بر الجامع فرشين حسره وحاجاته وكان بيتوقف الترمي ده ما بيقدرش يمشي وحتى كانوا بيقولوا أن كمساري كان مسيحي والغريبة فعلا أستاذ عمر أن الشيخ رفعت حتى المسيحين بيحبوه يعني مش المسلمين بس بيحبوا صوته الخطابات اللي عندي بتبين كده أنه هو يقوله أن حتى جاره المسيحي والله بيستحلفك بالله اقرى صورة يوسف يوم الجمعة الجاية يعني تحس أن الشيخ رفعت ما بيخلفش عليه اتنين يعني كان يأكت الصورة هو بيحب يقرى والله هو طبعا بيحب الكرآن كله بس هي كانت بتبقى فيه تجليات التجليات دي كان بابا يقول لك يعني ايه بتبقى بقى فتحات من عند ربنا وهو كان بيقول بقى التجليات دي بتبقى بتظهر عنده أكتر لو راح ليلة بدون أجر يعني لو راح بأجر كان يقولك لا دور اشتروني لكن لو راح هيحي ليلة بدون أجر يقولك ربنا كان بيفتح علي فتحات لدرجة كنت بخاف من نفسي يعني بقى ده شغل ربنا